موسيقى مسار يهدي في الرفع الجودة من خلال معايير محددة وحوكمة مثل حوكم الإدارة والمدربين والاستدامة والفاعلية وكذلك تطوير المناهج وهذا ينعكس بشكل كبير على الأكاديمية الوطنية للطاقة لضمان الجودة، متطلبات سوق العمل وتطلعات القيادة الحكيمة والمجتمع ولتحقق أيضا رؤية المملكة 2030 حقيقة من اليوم الأول بعد التواصل مع الأخوان في المركز الوطني لتقويم اعتماد التدريب تم وضع خطة من إدارة الأكاديمية الوطنية للطاقة وفق خطة زمنية محددة وتم العمل عليها بالتعاون مع الأخوان في مسار وبفضل الله سبحانه وتعالى عملنا على حسب الخطة المتفق عليها من أهم النتائج هي تقويم الأداء المستمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الجودة وموثوقية التدريب في الأكاديمية الوطنية للطاقة ليلب بمتطلبات سوق العمل وأيضا زيادة الكفاءة والفعالية في الأكاديمية تم إرسال دليل كامل لرفع الشواهد إلكترونيا من قبل مركز مسار مما ساهم في سهولة رفع البلفات وفق ضوابط المناصة الإلكترونية إجمالا التقنيات المستخدمة اتسمت في المرونة والفعالية من قبل الطرفين بعد الالتحاق في الأكاديمية الوطنية للطاقة وبعد اللقاءات التعريفية مع ظاهر التدريس توضح دارة الأكاديمية جميع المعايير الرئيسية لجوتة التدريب والتي هي تطوير المناهج نظام التقييم للطلبة قياس داء المدربين التطوير المهني للمدربين قياس رضاء المدربين في نهاية كل فصل دراسي وأخيرا طرق وأساليب التدريس حيث أن اعتماد مسار أضافة هيكلية لتقييم ومراجعة وتطوير هذه المعايير وتطبيقها بشكل فعال في الأكاديمية الوطنية للطاقة تتميز الأكاديمية الوطنية للطاقة عن باقي الأكاديميات بالحص على اختيار المعلمين والمدربين لرفع المستوى التعليمي لدى الطلب تتميز الأكاديمية الوطنية للطاقة بأن جميع الورش في المعامل المشغلة في الأكاديمية معدة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل تقدم الأكاديمية برامج تدريبية عالة المستوى تتماشى مع أهدافنا التدريبية كما أن الحصول للإعتماد يعزز من جودة وكفاءة البرامج المقدمة من قبل الأكاديمية الوطنية للطاقة